قلة الصيدليات اللي بتعملي الدواء التركيب ليه؟ لأنه خلال الأعوام الأخيرة يعني المستوى للطبيب اللي هو كان بيكتب تركيبات هو نفسه مقل مش موجود ثقافة المريض النهاردة اللي ما نقوله وانا استنى لما هعملك الدواء ده اتلاقيه مستعجل شاسة اللي تكويه وبسرعة الحاجة البقى الفنية كمان إنه أسعار الكيميكالز كانت كتير يعني زادت قوي يعني تلاقيه مثلا الكيلو كذا المادة الفعالة الفلانية غالية قوي عشان أنت تعمل دواء في صدريتك ينافس الدواء الجاهز ده فيه مشكلة كبيرة جدا لكن حصل معنا شخصين الزوء اللي فات إن أنا في معملي كنت بعمل دواء معين ووقع على إيدي خطرات فصبت إيدي كذا فقارنت بين اللي أنا عملته وبين حاجة جاهزة في السوق يعني وللأسف غير مرقبة لقيت إنه شتين يعني حتى لو قلت الزميل هناك جريمة بنرتكبها إن إحنا بنبعدنا عن التركيبات وبنشتري هذا النوع من الحاجات الجاهزة لكن أنا أتوقع في الفترة القادمة في عوامل كتير قوي هتخلينا نعود للتركيبات دي على مستويين المستوى الأول إنه الصيدلانيات البنات بدأوا يهووا يهووا حتة التركيبات التجميلية اللي هي طيب يديني بقى الشعرة بتاعتك مواصفاتها إيه أنا هعمل كريم كريم بقى أو شامبو خالي من مادة كذا علشان ما يضعفش الشامبو بتاعك وأنا مشغل كمان يعني في صدرانية يعني عرفها عمل شغل هاي جدا بتفصل الكريم أو الشامبو على الحالة بتاعت الشعر وفروة الراس بالظبط كده ناجي بقى على التركيبات دي تركيبات تجميلية اللي بدأت تنتشر بين الصيدلانيات البنات بالذات لأنه طبعهم هم أكثر يعني اهتماما بالقص على الجانب الآخر لننكر إنهنا في أزمة عالمية طبعا وأن هناك من الأدوية الكثيرة اللي بتختفي في فترة الحالية البديل الأمثل إن أنا مفروض بقى إن أنا أركب الأدوية ديت الحاجة كمان اللي عادي أقول سيادتك إن في حاجة اسمها فرشلي بربيرد يعني في دواء ماينفعش ماينفعش يقعد أسبوع أنا لازم أركبه النهاردة أحضره النهاردة ويقعد شغله فعال هو 7-8 يام 7-8 يام بعد 7-8 لو هو موجود في الصيدلية جاهز لا أنا أجزم إنه فعاليته مش بالشكل المطلوب المطلوب خاصة في التركيبات فده بعض العوامل اللي هتعيد موضوع التركيبات إلى يعني يعني أصلها تاني في عامل شوية رقابي لأنه الزملاء المفاتشين يعني إيه مش مستمتعين شوية بشغلهم محتاجين مزيد من الإمكانيات يعني يخش الصيدلية وراقب بنفس مفتوحة فأحيانا يخش الصيدلية يفتش على التركيبات بيبقى مش بمزاج فممكن يعلق بعض التعليقات اللي تخلي اللي سادلة بعض اللي سادلة يقولي تبني هرايح دماغي يعني أنا مش شغال تركيبات مش شغال تركيبات أنا أوجع دماغي ليه طرامة التركيبات الجاهزة دي بوضع الشكل القانوني يبقى أنا ما دخلتش نفسي في إيه في متاهات الرقابة لكن الحقيقة تجربة الشخصية المفتش لما يعيد التفتيش مرة والتانية وياخد الكونفيدنس اللي هذه الصيدلية بتاخد المعايير في التركيبات أو ما يسمى عجلة حركة سمعت المصارحة قبل كده الفارماكوبية زي الدستور بيسمون الدستور الأدوية المصري أو الأمريكي أو الإنجليزي تمام ده بعد كده الأمور بتمشي في التجاه كويسة طيب أنا فاضلي دقيقة بالضبط ونص عشان الحديث كان بسأل بالنسبة لي مسألة فعلا مهمة أعمل إيه علشان أصل وزارة الصحة هتفضل تفتش على القنوات وتحول دون المعلوقة اللي بتاعد الإعلانات اللي هكسل اللي بتطلع وهتفضل تفتش على صفحات الفيسبوك وهكذا أنا كمواطن لازم يبقى لي دور أعمل إيه شوف أول حقيقة أنت مظلوم كمواطن الحقيقة هي مسؤولية دولة مسؤولية دولة تضع سيستم وهو في السيستم عليهم معروف كده اسمه متتبع دوائي متتبع دوائي يعني أنا عندي مصنع صنعت النهاردة عشر علب دواء برقامهم من واحد لعشرة مسلسل مسلسل رحوا فين رحوا فين ياخدوا مصار معين لحد ما تخرج في النهاية للمريض أنا كمراقب لو رحت أستاذ دولة ولقيت الدواء درقام عشرة موجود تبع السيستم النطباع ليوسف الحسين تبع ازاي فسلسلة في الحالة دي بقى ايه بالحالة بحقيقة يتلقون نعرف الدواء ده يطر صنع في مصر ولا برا مصر دقيق ولا غير دقيق لو خارج المنظوم اتحصل ضرائبه ولا متحصل ضرائبه الفاتورة الإلكترونية والإصالة الإلكترونية ومشاكل بتكلمة عليها دي كل ده وممكن برضو يستسيم معها وزارة الصحة بالسيستم ده وزارة الصحة تبعت تقول الدواء ده خارج من خدمة اتسحب تغيرته المخدرات أو الأدوية المؤسسة الحالة نفسية ده صرف الإسكندرية ما يفعش يصرف القاهرة أنا عارف شايف ان الوقت للأسف انما الموضوع المريض أو المواطن يلتزم بما التزم بيه الدول قلت لك أن الدواء يباع في السيدليات يبقى يباع في السيدليات لا عيادة ولا مستشفى ولا تطبيق ولا في الشوارع ولا في سبوك لا يتباع في سيدليات المستشفى أو طبعا مصرحة طبعا أكيد أو يصرف في الغرفة اللي فيها المريض يعني بالشكل القانوني بالشكل القانوني بالشكل القانوني